جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار نواصل الكلام عن نجمنا الثاني وهو النجم الثاني بعد نجم النجوم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق فنجمنا الثاني هو عمر بن الخطاب أبو حفص هذا الصحابي الجليل الذي كانت له إنجازات كبيرة في زمن خلافته التي دامت عشر سنين كاملات فإن أتممت عشر فمن عندك كما قال الله سبحانه وتعالى هذه الإنجازات كثيرة والإنسان قيمته ما يحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحسن كثيرا ولهذا ارتفعت قيمته وعلت درجته رضي الله عنه وأرضه وسأنبه إلى بعض هذه الإنجازات والتي منها بداية التأريخ بالهجري وفي هذا قصة طويلة حدثت في زمن خلافة عمر بن الخطاب ولا يخفى عليكم أن التأريخ بالهجري هو تأريخ إسلامي وعلماءنا حتى يفرقوا بين التأريخ الميلادي والتأريخ الهجري كانوا يقولون عن التأريخ الميلادي التأريخ النصراني من أجل أن يبينوا أن التأريخ الهجري تأريخ إسلامي لأنه متعلق بالهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية وينبغي على المسلمين أن يعتنوا بالتاريخ الهجري كما يعتنوا بالتاريخ الميلادي لأن التاريخ الهجري له صلة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وله أيضا علاقة بكثير من شعائر الإسلام كصوم رمضان وكصوم يوم عرفة وكصوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم وله علاقة بالأشهر الحرم وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب الفرد المهم شهر أو التاريخ الهجري له صلة بالإسلام وله صلة بهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام فينبغي الاهتمام به وهو من إنجازات عمر رضي الله عنه في خلفته ومن إنجازاته أيضا وهذا إنجاز كبير جمع الناس على إيمام واحد في صلاة الترويح جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث رأى الصحابة رضي الله عنه متابعين أيضا رآهم يصلون صلاة الترويح جماعات جماعات فجمعهم على إيمام واحد فلما قاموا بهذا الأمر قال قولته المشهورة نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقوم ويقصد بقوله البدعة هنا ليست البدعة الشرعية كما فسر علماؤنا قوله وإنما يقصد البدعة اللغوية وهي إحياء شيء دثر إحياء شيء غفر عنه الناس أو نسيه الناس وعمر بن الخطاب سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام ومن إنجازاته رضي الله تعالى عنه أنه أسس دار الفتوى من أجل تنظيم الفتوى حتى لا تكون فوضى بين الناس وأنتم تعرفون عندما تكون الفتوى فوضى بين الناس ماذا يحصل في المسلمين يتفرقون شذر مذر ويتكلموا الذين ليس لهم علم في النازل والواقعة ويحصلوا من الشر ما الله تبارك وتعالى به عليم ومن إنجازاته أيضا أنه أنشأ بيتا ودارا للقضاء وهذا من عنايته رضي الله عنه بمؤسسة القضاء لما لها من الأهمية البالغة كما قام بإنجاز آخر وهو تعيينه للولات وتعيينه للولات لم يكن بطريقة عفوية بل كان يعينهم ويراقبهم ويحاسبهم بل ويعاقبهم إذا استحقوا العقاب ولكم أن تسمعوا هذه القصة وهي أن أهل الكوفة اشتكوا إلى عمر أن سعد بن أبي وقاص يطيل أو لا يحسن الصلاة وهذه عجيبة من العجائب أن يتهم مثل هذا الصحابي بهذه التهمة سعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة في ذلكم الوقت لا يحسن الصلاة مع هذا تثبت عمر فقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال سعد والله يا أمن المؤمنين إني لا أخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أي أصلي صلاة توافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصلي بهم الصلاة كالعشاء مثلا قال فأطيل في الأوليين وأركد في قال فأركد في الأوليين يعني أطيل وأخفف في الأخرين أركد في الأوليين يعني أطيل وأخفف في الأخرين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا إسحاق وهي كنية سعد بن أبي وقاص هذا هو الظن بك أي هذا الذي نعتقده فيك ولكن نريد أن نتثبت كما أمرنا الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ثم لم يتوقف عمر عند هذا الأمر بل أرسل من يتثبت له عند أهل الكوفة فسأل المتثبت الذي أرسله عمر سأل أحد أهل العراق عن سعد ماذا تقول في سعد قال أما إنك قد سألتنا عن سعد فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحضر السرية اتهمه بتهم كبير جدا فقال لما بلغ سعدا الكلام يعني هذه التهم قال سعد إن كنت كاذبا وقمت مقام رياء وسمعة فأسأل الله عز وجل أن يطيل عمرك ويقوي فقرك ويبتليك بالنساء هذا الرجل سبحان الله اسمه ابن سعدا ولكن لم يكن سعيدا لأنه كذب على صحابي جليل والسعيد هو سعد ليس ابن سعدا الذي كذب عليه بأنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحضر السرية فدع عليه سعد بهذه الدعوات إن كان كاذبا وإن كان قام مقام رياء وسمعة وكان سعد بن أبي وقاس مستجاب الدعوة فكبر هذا الرجل وطاعن في السن حتى إنه سقط حاجبه واشتد فقره وكان يتعرض للنساء والعياذ بالله في الطريق فإذا نهي عن ذلك يقول أصابتني دعوة سعد أصابتني دعوة سعد وهذا السقناه من أجل بياني أن عمر بن الخطاب كان يولي الولات وكان يراقبهم ويحاسبهم وربما يعاقبهم من إنجازات عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية المشهورة أكمل فتح العراق وفتح فارس من خلال معركتين مشهورتين معركة القادسية ومعركة ناه وند التي تسمى بفتح الفتوح لأنها جعلت للدولة الفارسية النهاية التي لا قيام لها بعدها وأيضا كان سببا في فتح دمشق وفي فتح بيت المقدس وفي فتح مصر بل وفي فتح ليبيا حيث وصلت الفتوحات الإسلامية في زمانه إلى مدينة برقة وإلى طرابولس الغرب طرابولس الغرب هي طرابولس ليبيا تقابلها طرابولس الشرق وهي طرابولس لبنان أختموا بالحديث عن عمر الشهيد عمر الشهيد قلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى ذات يوم جبل أحد رجف جبل أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي محمد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه يموت شهيدا عمر ابن الخطاب في آخر حجة حجها كانت في السنة الثالثة والعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتم الحج دعا الله تعالى قائلا اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي ورق عظمي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرد ثم كان يدعو الله في المدينة قائلا اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك وكان بعض الصحابة قد رأى له بعض الرؤية التي عبرت بأنه سيقتل منهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم أبو موسى الأشعري رأى آياء بعض الرؤى في حق عمر وكانوا يؤولونها بأنه سيقتل شهيدا بإذن الله تعالى كما رأى هو أيضا رؤيا رأى أن ديكا ينقره وأخبر الناس بهذا أو بهذه الرؤية في خطبة خطبها حيث قال إني رأيت أن ديكا نقارني ثلاثة نقرات ولا أراه إلا أن أجل قد اقترب بينما عمر بن الخطاب يصلي بالناس صلاة الصبح وقبل ذلكم كان قد أمر الناس بتسويت الصهوف وكان يحرص حرصا شديدا على أن يسوي الناس صفوفهم في الصلاة فكان لا يكبر تكبير الإحرام حتى يقال له إن الصفوف قد استوت كبر تكبير الإحرام ودخل في صلاة الصبح ولم تمر إلا مدة قصيرة حتى يطعن رضي الله عنه من قبل أبي لؤلؤة المجوس خادم وغلام المغيرة ابن شعبة فسقط عمر رضي الله عنه على الأرض ومد يده وكان هذا من ثباته إلى عبد الرحمن بن عوف يقدمه لكي يصلي بالناس ولأن الأمر واقع هكذا في هدوء لم ينتبه أكثر نس بما حدث لعمر وإنما انتبه فقط إلى أن الإمام قد تغير لتغير صوت القارئ ثم انطلق هذا الشقي وهو أبو لؤلؤة المجوس يشق الصفوف فارا بنفسه فكان كلما مر برجل يعتارضه يطعنه فطعن ثلاثة عشر صحابيا مات منهم سبعة وانتبه أحد الصحابة فألقى عليه بردة فلما رأى هذا الشقي أنه سيقبض عليه نحار نفسه قتل نفسه الأيذ بالله فجمع السيئات السيئة الأولى قتله لأمير المؤمن عمر بن الخطاب السيئة الثانية قتله لسبعة من الصحابة السيئة الثالثة انتحاره والعياذ بالله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سلم المسلمون جاءوا إليه وأحاطوا به فجعل يسألهم قال من هو صاحبي أي من الذي طعنني وكان قد طعنه ثلاثة طعنات أو طعنتين عفوا طعنه طعنتين قيل له إنه أبو لؤلؤة المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة فقال الحمد لله الذي جعل قتلي على كافر ولم يجعله على يد مؤمن لأن عمر بن الخطاب كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكسر باب وستدخل من هذا الباب فتن تموج بالمسلمين موجا وروا الحديث حذيفة فكان حذيفة يرى أن هذا الباب الذي يكسر وتدخل منه الفتن وتموج بالمسلمين موجا هو عمر بن الخطاب ولهذا هو حمد الله أن لم يقتله مسلم حتى لا تكون الفتن بسبب المسلمين فقال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد كافر ولم يجعله على يد مسلم أبو قلت أبو لؤلؤة المجوسي هذا الذي نحر نفسه هو الآن شخصية مقدسة عند الروافض وقد جعلوا له ضريحا يزار ويسمونه ببابا شجاع الدين بابا شجاع الدين لأنهم فرحوا بمقتل عمر الذي كان سببا في زوال الدولة المجوسية والدولة الفارسية وهذا من بغض الروافض الشديد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضه عمر بن الخطاب وهو في سياقة الموت في هذا الوقت العصيب يدخل عليه شاب وكان قد أسبل ثيابه فقال نادوا لي الشاب فجاء هذا الشاب فقال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك وهذا الموقف من عمر فيه رد على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب إلى أشياء هينة وإلى أشياء عظيمة نقول لهم إن الدين كله لباب وإن الدين كله أصول وإن الدين كله متين فلا ينبغي أن نستصغر شيئا منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قبل أن يموت جعل الشورى في ستة من الصحابة أي أمر الناس بعده إذا مات أن يتشاوروا في ستة من الصحابة وكان قد عينهم لكي يختاروا من هؤلاء الستة من يكون خليفة بعده وكان قد ابتكر هذه الطريقة وحفظت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل أن يموت أمر ابنه عبد الله أن يستأذن أم المؤمن عائشة رضي الله عنها هل تأذن له في أن يدفن في قبر النبي أو قلت في حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عائشة تتمنى أن تكون هي التي تدفن في حجرتها بجوار زوجها وجوار أبيها الصديق ولكن لأنها تعظم الفاروق عمر آذنت له وآثرته على نفسها فدفن عمر بن الخطاب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأختم بهذه الفائدة الجليلة وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام مر على الصحابة وهم يدفنون رجلا كان أصله من الحبشة قال من هذا الرجل؟ قالوا يا رسول الله هذا الرجل مات في المدينة وأصله من الحبشة فقال عليه الصلاة والسلام لقد دفن في الطينة التي خلق منها لقد دفن في الطينة التي خلق منها وهذا الحديث يدل على أن كل إنسان فوق هذه الأرض سيدفن في المكان الذي أخذت منه طينته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأصفر قال ومنهم السهل ومنهم الحزن أي الصعب ومنهم الطيب ومنهم الخبيث والمقصود أن كل إنسان يموت فوق هذه الأرض سيدفن في المكان الذي أخذت منه طينته ولما اجتمع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وقبر الفاروق في مكان واحد في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجرة عائشة رضي الله عنها فهذا يدل على ماذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر صديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم طينتهم واحدة طينتهم واحدة فرضي الله عن الصديق ورضي الله عن الفاروق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومع نجم آخر في الحلقات القادمة أقول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد